ضيفنا ممثل مبدع ويرسم الابتسامة من خلال مقاطع الجميلة اللي قدمها وان كانت قصيرة اللي ينشرها بين فترة وفترة في شبكات التواصل الاجتماعي بدأ حياته بالفن الاستعراضي الراقص وفي يوم ما قرر انه يوقف هذا الخط ويترك هذا المجال وينتقل الى مجال عالم التقليد تقليد سند أب كوميدي البعض يسميه او انه تقليد الشخصيات او غيره بدأ بنصح التعبير اعلام محافظ كما يعني يطلقون عليه البعض ضيفنا هو جميل في مجاله واستاذ في مجاله وضيف عزيز كريم علينا اليوم متواجد ايانا راح نطلق معاه مجالات عدة مختلفة في حياته اللي تنقلت واللي تقلبت معاه اسباب هذا التقلب ونقطة التحول في حياته الممثل المسرحي والناشط في شبكات التواصل الاجتماعي محمد اياد نساة الخير اخوة محمد حياك الله كيف حالك طيب طيب حالك الله يحفظك ربي لا يحرمك من الابتسامة اللي علمه حياك ولا ايضا اللي ترسمها على الناس دوام ان شاء الله ولا توصيات عليك قبل شوية فاتحين لايف من الانستقرام ونوش توصي عليك لا تذكر بالأسئلة يقولون لا اشخطرها انت قول لهم نذكر بالأسئلة نذكر حبيبي ناخر راحتني يبقى ذينا الاذن منك حياك الله ياهلا مرحبا فيك وسعيد في لقائي معاك وايضا نسعد ونستمتع بمتابعتك كذلك اللي دائما تفرحنا وتقدم فيها من خلاله وان كانت بشكل كميدي لكن ايضا في رسائل هادفة بنفس الوقت ببارك الله فيك وكان الله في عونك في طرح هذه الافكار ندري ان الفكرة ما هي سهلة عشان انك انت تطرحها خلنتطلق معاك ونعرف المشاهد الكريم كيف كانت بدايتك في المجال المسرحي المجال المسرحي قبل لا التزم كيفك عطتك ولا عقب ما التزمت عطنا من البجاية قبل لا التزم يعني كنت مبلش مع السادة هودة حسين نعم بأحدى مسرحياتها عقب ما ردت لكويت يمكن ثاني مسرحية كانت لها انزين كنت مع الشباب الاستعراض يعني فقدرت اتطور أو يقول يعني بدلت مجهود انزين بعدها كان اصير مدرب استعراض من مدرب استعراض صرت ممثل بالمسرح بعدين كان اصوي لي فرقة استعراضية كنا نغني مشروعات سياحية وشدي فكانت استعراضية غنائية يعني بس مو الغنى الطربي صوتي انا اذا تسمعت نام بسرعة فكانت طربي وناسة يعني بعدين انعرفت الفرقة هذي قمت اشتغل كل السنة بمسرح ده شيء تلفزيون مثلت بالتلفزيون وليه قبل سنتين تحولت خل نقطة التحول تالي نتعرف عليها حتى يتعرف عليك الجمهور عن قرب جاهز لكم تقرير مشاهدينا راح نشوفه مع بعض عن ضيفنا وتتعرفون على محمد اياد والله يعني نفرح ونفخر الامانة لما نشوف مثل هذه النماذج والإيجابية بالمجتمع ونسعد على المستوى الشخص الامانة لما نلتقي معاهم ونحتك معاهم استمتع بالسوشال ميديا استمتع بالحياة لكن اعلم تماما بان انت عندك رسالة عندك انت شخص مؤثر الله سبحانه وتعالى خصك بهذه الموهبة فاستغلها عندك استغلالين يا اما انت تستغلها استغلال سيء وشيطاني يا اما تستغلها استغلال ايجابي ملائكي تفيد فيها الناس وتستفيد منها وتزيد من حسناتك فبارك الله فيه اخوي محمد على ما يقدم الأمانة ما منع الدين ولا منع الأمور هذه كلها كان خلاص انت متدين يجب ان تكون وجهك شاحب يجب ان انت تكون خلاص عندك رسائل محددة معينة املاءات معينة وانتهى الموضوع لا والله انا ما ودي اخذ وقت والحديث يطول عن هذا الرجل والمتعة اللي قاعد نشوفه فبارك الله فيك يا اخوي محمد وعسى الله يكثر من امثالك محمد فيه دمعتين انزلوا بالنسبة لك دمعة في Arab Good Talent فيه دمعة هنا كانت وفرحة خاصة والفرحة الثانية الخاصة اللي شفناها فيه نقطة التحول في حياتك نبنعرف الفرق او شنو الاحساس والشعور في هذه المرحلة والاحساس والشعور في هذه المرحلة الثانية شوف دمعة اللي نزلت بArab's Good Talent انا سميها دمعة واحد مسكين او كان واحد من داخل كان عايش بظلام ممكن شوف الحمد لله من صغره صلي ما مقاطع صلاتي والحمد لله رسوم وشدي يعني الله يتبط فروضي مقاطع حالقرآن وغيره بس كانت عندي معاصي يعني ممكن انه مثل ما قلت لك اغني ارقص اسمع اغاني هالسوالف هذي الشغلات الصبيانية يعني وعيام المراهغة وشدي فممكن انه الشي اللي كان بيني وبين ربي انه انا ما انسى صلاتي لدرجة انه حتى بالمسرح يعني انا يوم كنت مشتغل مع الاستاذ طارغ العلي كنا نسافر وشدي بالمطار يكون علينا يلا وين هم وين هم يقولون وين حمد جالكسي وين حمد جالكسي اكيد قاعد يصلي فصارت هذا لزمتهم لي اكيد قاعد يصلي لانا دايما يشوفون ان انا صلي حتى كان ابو محمد يقول لي شفيك تقدر تجمع اقول له ما علي ابو محمد ما احب ما لي يمكن اموت اقول له تشذي الى هالدرجة هاضي يعني حتى صلاة اليمعى كان يقول لي ما عليك صلاة تقول له ما علي انا احب اروح اصلي يمعى باي دول اسافر ابي اشوف شون طريقة الخطمة كان اهو مسكين احب انا احب احب اخوتي اقولك ممكن هالشغلة هذا اللي كانت بيني وبين ربي ممكن هي اللي كانت السبب انه الله هداني فدمعتي مالت هذه ما اعتبرها دمعة تشرفني ولا 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 حياتي اللي طافت كلها بالمجال الفني كانت تتشرفني أو أتشرف فيها حتى اسم محمد غالكسي هذا ما أتشرف فيه ممكن أنا كنت إنسان لاواعي كنت بغيبوبة ممكن كنت إنسان يعني ما كنت حاسب نفسي يعني يعني أنا وايد متحسف أن طوفت سنين حياتي هذه كلها على شي ممكن أنا استنست فعلا بالمسرح أنا ما أقولك سويت شي غلط بالمسرح يعني أنا حتى ما كنت أخالط الفنانات والفنانين يعني كل مسرحية كان عندك التزامك الشخصي الخاص بك أنا أحب التمثيل أموت بشيء اسمه تمثيل فمسرح تلفزيون كنت أروحها أدي دوري وأطلع يعني حتى بالمسرح لما تقول لهم وين يقعد محمد يات ما قعد مع غرفة الفنانين كلما مع غرفة شباب الاستعراض أنا أحب سؤالي في الشباب يعني أنا مو من نوع اللي أختلط يعني ولا عندي علاقات يعني حتى ربعي بالمجال فني ما عندي اختلاط وياهم اللي أطلع وروح وياهم ما عندي الدمعة الثانية علاقاتي كلهم أوكي وياهم الدمعة الثانية محمد الدمعة الثانية دمعة حسرة على أيامي اللي طوفتها يعني كلها أنا أحمد الله وأشكره أن الله مدد بحياتي يعني وهداني يعني أنا 29 سنة طافت كلها أنا بس أصلي وكانت صلاتي شنو أن كنت أصلي أو أقرأ قرآن ولا أصوم لأن الله يبيت شذي يعني خلاص أنت قاعد تسوي هالثلاثة الأشياء هذه يعني أنت صح كهداء فقط أنه بس طلع لا الموضوع أنه بخلص الفروض اللي علي يعني كأنه واجب قاعد أحل وخلاص مو شرط أني يعني مثال مدرسة أنه واجب أحل وخلاص مو شرط أني والله أخذ نسبة قوية أنجح أوصل أصير مهندس أنه بس خلاص أخلصه بس فكانت هذه الشغلة اللي كنت أسويها قبل بس بعدين حسيت أن الموضوع شي ثاني وكنت قبل أقول أبي ألتزم بس كنت أخاف إذا ألتزمت ما راح أمثل إذا ألتزمت ما راح يصير عندي ربع وفعلا عانيت من هالشي هذا أول ما ألتزمت كل الربعي كل الربعي جالكسي هذول جالكسي اللي أنا وفي منهم ناس وايد خليت لهم اسم بالمجال الحين نادونا فلان 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 أو قاعد يسافر الحين ويسوي شغل وقاعد يشتغل وصار ممثل وصار ما دو شنو تخيل قبل لا ألتزم كنا قاعدين قاعدة شاني يقولوا أنا ما عرفتك محمد جالكسي تار ألا من القرب أنت حبيبا خليت لك اسم أنت خليت أعرف شون تلبس يعني هذا المفروض ما أقولها بس شيء حزب الخاطر أن شخص أنت توقف وياه تجحد مواطف يعني فلوس كنت أتنازل عساس أن أعطيهم فلوس كنت أسوي لهم كنت أحضلهم كنت أتنازل عن شغلات وايد عساس أنه والله أرفع من مستواهم الشخص هذا ولا الشخص هذا لأي درجة أنه حتى كانوا كلهم ممغتنعين بأربز كالتلنت قلت لهم راح تروحون وراح تفوزون ما أحد كان مغتنع وأولهم أخوي رمضان مثلا ما كان مغتنع بالأخير تشان أسوي لهم الشيء هذا وفعلا رحنا ممكن عشان شيء نزل الدعم أنه أنا سويت شيء بالي يعني لأنه كنت متحدي وائد ناس أنه راح تشوفوني هنا كلهم كانوا لكن بعد التزامك اتركوك بعد التزام ايه الكل يعني كانوا يلعبون ياه يكرة راحوا انزين أنا مرتزم بس أنا مو معنات أنه من تقعدوا ياه يراح يقول لك سووا شيء سووا شيء كيفك بس لأن عساس يدخن أي أكيد محمد ما رح يخلينا ندخل أكيد إذا دق التليفون ما رح يخلينا نكلم تليفون جدا الدمعة الثانية محمد شنو شعورك بالدمعة الثانية هذا يقولك أنه صار فيه فلاش أنه إذا أنا ميت شنو كل شيء راح يعني بنتي عمرها عشر سنين الحين بالمدرسة استانسة طبعا تقول أنا بابا فرغة جالكسي كان يقولوا لها أبوتي الراغوس فهي ما رح تفهمها الكلمة هذي رح مستانسة لأنه الحين ما تقول لها أبوتي ممثل بسيطة عندنا وناصل لنا الأبو ممثل بمشهور فهي كانت شذي بس كانوا يقولوا لها الكلمة هذي من باب أنهم يعيبون يعني أو ينقدون وهي على طفولتها وعلى براءتها فأنا قلت أنا ليش أظلم بنتي في هذا الشيء هذا ولا أظلم اسمي تظلم اسمك وتظلم بنتك ونقطة التحول في حياتك رح أتركها بعد الفاصل ونسلط عليها الضوء فاصل مشاهدين ولأنا عودة مع هذا الجميل محمد أيات حبيب محمد خلنا نتكلم عن نقطة التحول في حياتك هل هو السبب بنتك واللي كانت تتعانيه بالمدرسة أنت قاعد تشوف أنه هذه أنت كناضج عارف معنى هذا الكلام لكن هي كطفل وكبراءة معارفة هذا المعنى هل أنت بسبب بنتك غيرت حياتك أم هناك حدث معين في حياتك عمل هذا التحول ونقطة التحول والتغيير من إلى شوف بنتي أحد الأسباب وممكن أحد الأسباب ليس الرئيسية أحد الأسباب العادية نزين فيه شغلة وممكن هذا الشيء اللي قاعد يخليني أنا الحين قاعد أكافح بصفحتي بالانستغرام أن أنا قاعد أسوي شغلات دينية أو أوصر رسالة بغض النظر كانت بطريقة كوميدية أو بطريقة دينية بحث كنت متابع أحدى لا أفوا كان يعطوني لايكات تعرف اللي يدش عليك يقول لك دش علي يعطني لايكات عفية نعم فدشيت على واحد أساس بأعطيه لايكات أنا كنت وائد يعني هذون الناس أدش عليهم أعطيهم لايكات فدشيت على أكاونته كان حاط أغاني ومشاهد مسرحيات وما شنو فقاعد أطال على المشاهد وابحك عبد الناصر الدرويج طارق العلي منها الحدش هذه الحدش هذه بدلية والمهم قاعد أحط لايكات على أغاني على ما أدل شنو كان أشوف حاط أهو صورة بأكاونته يعني تخيل شنو حاط أغاني وائد كان حاط كان صورة مكتوب عليها قال الله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لحياة خلصت الآية بعدين تحت مكتوب قدمت لحياتي وليس في حياتي يعني حياتنا لم تبدأ كحتاج رمطاني ليس في حياتي أنا مفاهمة لحين شنو يعني يا ليتني لي حياتي وليس في حياتي لي حياتي وليس في حياتي عرفت أن اللام مستقبلية مو في حياتي في حياتي اللي أنا فيها لحين شنو يعني شنو بطلت القرآن والتفسير صورة الفجر قرأت التفسير أن عرفت أن الإنسان من يموت يقول هالشي هذا يا ليتني قدمت لحياتي اللي أنا فيها الحين اللي هو الممات حياة البرزخ مو حياة الدنيا فصار فيني فلاش يعني وقتها يومي قاعد أفكر بها الموضوع واي يعني حتى نفسي تشوي بهذا التفكير لم تلتزم إلا أنا غير ملتزم ما لتزمت لأنه كان عندي شي ما سكني أقول لك بنفس الوقت أنا كنت الحين مع طارغ العلي بالمسرحية يعني نصوص أنا أكتب من زمان ما أحد خدم مني النصوص لأن كل واحد يأخذ هذا رفيجي هذا ما أدري شنو هذا وياي هذا الشذي فما أحد يأخذ طارغ العلي وعيسى العلوي إذا ما قصروا أهم الناس الوحيدين يوقفوا وياي حتى ناس وايد قالوا لي لا تروح ما أحد رح يأخذ نصك هذول الاثنين ما رح يأخذوا نصك ليش ما رح يأخذوا نصي بس طارغ العلي عيسى العلي يأخذ نصك أنت هذول الاثنين أهم اللي رحبوا فينه بطلوا لي باب تعالي قعد شاي قهوة ما دي شنو وانت شاب عيسى العلوي قسلي تذكره على حسابه وخلاني أروح وياه مصر عشان أكتب النص هناك قعدني مياه أسبوع بس أكتب نص تخيل جميل لا وقعد بسكن الخاص عشان بس أكتب للنص فالناس قدروني بعد هذه القراءة لهذه الآية وهذا الاندماج مع نفسك وهذه السكينة اللي انت عشتها مع نفسك ولا فلاش شون اتخذت القرار شون اغيرت أقول لك آنس آنس الحين أنا مع طارغ العلي خلاص يعني المسرحية اللي آية بأعطيه نص واللي بعدها ووصلت حق الحلم اللي أنا أبينا وقفت يوم طارغ العلي وراح أمثل مع المسرح راح أكمل فما بي ألتزم لأن إذا التزمت ما راح أقدر أمثل ليش ما راح أقدر أمثل مو عشان طارغ العلي لا عشان أي مسرح نحين راح أمثله سواء مع طارغ ولا غير طارغ فيه مسيغة فيه ممثلات راح يمثلون الممثلات اللي قاعد يمثلون نحين وأقولها مسرحية الصيدة بلندن الممثلات المثلوية يعني الأبسينك صير نعم ميكب يعني أنا راح أجابلها راح أسولف وياها صحيح فإذا بتسولف عن الشر ما يجوز أن أنا قاعد أطالح وأسولفها خصوصا إذا كان مشهد حبيبتي حياتي مثلا هذا كله مع نفسك كنت قاعدة تسولف مع نفسك تتكلم شديد هل تلتزم هل ما ألتزم راح أخسر التمثيل راح أخسكر وإذا مثلت الملتزم راح ألتقي مع هذا بضضر وما راح يصير عندي ربع ما راح ألعب كرة ما راح أروح لما بعدين الله يحفظها لي إن شاء الله زوجتي نعم قالت لي محمد شوف أنا وياك قلت لها هم راح أحكر يمكن لبسك راح يتغير ما دل شنو راح يتغير تشذي ما دل الناس شا تقول لي أنا وياك وصدقني الله إذا أنت سويت لي شي راح يسوي لك كل شي نعم وما تدل يمكن يوفقنا بحياتنا طبعا مرت هذي أنا كنت أتمناها من إذا بحسبها من حين من 17 سنة وما قدرت أخذها يعني ما صاد ناصيب ما أخذيتها كانت زوج أم بنتي بعدين طلق كانت زوجت ثانية طلقت سبحان الله يت هذي شوء ما أدري هذا قبل الالتزام هذا قبل الالتزام يعني زوجتي الثالثة هذه اللي كنت أبيها من قبل اللي كنت ما أخذها نعم فوالله الحمد لله يعني موفقني بحياتي يعني ساعدتك هي على ساعدتني واخوها العود ملتزم وانها الباجي لا ربي بالمجال نعم واخوها العود ملتزم قاعد وياي مرة شا يقول لي محمد قلت له إذا بسوي شي شا يقول لي ما أكو شي قلت له إذا بربي اللحية بس حصه شا قلت له هو مثل ما تقول قاعد يقول لي سو هو يبيني يعني سو قمت أقرأ واحد وياي بالدوام الله يحفظي زين براك سمعني صوت الشيخ منصور السالمي نعم كنت وياه بسيارة رايحين نسوي شغل الدوام نسلم ملطة اللي كان معك بالتقرير قبل شوي اللي كان قاعد لا 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 براك أظنش أنه كان قاعد يمي ايه كان قاعد يمي منصور السالمي ايه اللي قاعد يمي ايه منصور ايه فشان يقول لي براك أنا يتني حالة نفسية من الفترة وسمعت صوت الشيخ خاضر تحت شايقول لي أسمح أسمح الصوت حلو يعني قاعد أفهم الآية من صوته شايقولها تكفى جزلي المقطع وقيمت قدش أسمع لشيخ منصور السالمي شيخ منصور السالمي لما شافني واحد من الشباب شايقول لي محمد تعال أنت معزوم عن شباب صباحية هني أنا كنت من رب اللحية لأن دشيه المجال يعني كنت بداية التزام بس من خلاص هديت كل شي لأ أروح سينما أسمع أغاني المسرح سويت معاه وقفت مشاركته وقفت طرحت من طالع لأن وقفنا العروف خلطت القرار هذا في التحول في حياتي فقلت أنه خلاص بس وقفت وإحنا عندنا فاصل بس لحد يقول شنو تقول آخر شيء بس لحد الآن أنه أنا بوزع نصوص أنا بمثل أنا ما أدو شنو بس أنه صار موضوع لنحين بس أنه ربيت لحية جميل يلا شوي شوي نعم نظرتك الآن محمد للوسط الفني أنت قلت هذه الحياة السابقة ما تشرفني حياة جالكسي حياة المشاركة في المهرجانات المشاركة في البرامج للمسابقات التلفزيونية حياة التمثيل السابقة حياة كل اللي قبل كل هذه الأمور ما تشرفك ما هي نظرتك الآن للوسط الفني وكيف تقيم الوسط الفني وهل اليوم أنت تشوف اللي يعمل هذه الأعمال اللي يمثل واللي يستعرض واللي يحاول يحاول يحقق طموحه وهوايته ويطور من هوايته في هذه المجالات المسيقة الغناء التمثيل هل ترى بأن إنسان فعلا فاقد حياته والإنسان هذا شيء طبيعي أن يمارس هذه الحياة في مقابل أنه ما يترك حياته والتزامه الديني بعد الفاصل أسمع منك الإجابة فاصل مشاهدين ولا نعود إن شاء الله بقوة معنا محمد اليوم نظرتك حق الوسط الفني تحديدا باللي ذكرناه قبل الفاصل اليوم أنت قاعد تنظر لهم وتشوف من يشارك بهذا العمل تنظر إن إنسان سيء إنسان غير سوي أم فعلا أنت ما عندك مشكلة خلال ناس تمارس حياته لكن لا تترك دينهم شون وجدت نظرك قراءتك للواقع اليوم اللي قاعد يصير عندنا بالكويت شوف في ناس مختلفة في ناس يقول لك إحنا مختلفين أن الأغاني مو حرم أو المسيغة بشكل عام مو الأغاني المسيغة مو حرم وفي ناس يقول عادي إذا المرأة مثلته إياي شوني يعني المرأة قاعد تشتغل عادي تمثل إياي بس بالشر يقول لك هالشغلتين مثلا غلط هنا أنا ما قدر يقول حق فلان والله لا تسوي مسرحية شيثية لا تسوي مسرحية شيثية بس إذا بتسوي وبتظل على شغلك سوي شيء يشرف شيء محترم مثل مسرحيات قبل مسرحيات قبل الصغار يعني مثلا أنا ذكرت لك توه أنه مثل هودا حسين هودا حسين يعني مثلت مسرحيات مع أخته وكانوا يرقصون على المسرح بس كان ركسهم لما تشوفهم على المسرح شنك قاعد تشوف بنات صغار قاعد يناقزون ويلعبون أنت ما عندك مانع اليوم امرأة بالغة غير محجبة مكياج على المسرح وترقص هذا الرقص البريء ما عندك مانع لتشارك معك في عمال المسرحية أنا شخصيا الحين لا عندي مانع الحين لأن أنا الحين خلاص اطلعت على أمور قلت لك أمور بالشر أن هذا غلط هذه محذورات شرعية بس أنا قاعد أقول لك أنه اللي أهمة لما يقولولي أنه والله إحنا قاعد نقدمه سيئ إي حاليا قاعد يتقدم مسرح الطفل سيئ ليش مسرح الطفل سيئ قبل لما كنا نشوف هودا حسين وسحر حسين قاعد يرقصون على المسرح قاعد نشوف أطفال قاعد ينقذون ويستنسون فما قاعد نشوف حريم كباح ما اللي حاصل اليوم؟ أنت اطلعت على مسرح الطفل كله؟ أنا طلع اليوم قاعد يحصل اليوم تابعتم؟ ما اللي قاعد يقدم هذا الشيئ سيئ؟ أنا قبل قاعد تراتوني ملتزم صالي سنتين نعم يعني إحنا شفنا الحين جو المسرح أنا كنت أروح مسرح أشوف حريم يرقصون بهبل يعني لدرجة أن أنا حتى مسرحية مثلا صيدة بلندن أنا ما كنت حاط أدوار نسائية بس بعدين اطلبوا أنهم يحطون أدوار نسائية لأنه لازم العمل أو قروب أن يكون فيه أدوار نسائية هو النص كتابتك صيدة بلندن؟ اي انت كاتب هذا النص صيدة بلندن؟ طبعا اللي انعرض مو نفس اللي انكتب يعني اللي انعرض فيه أكيد تغييرات من المنتج انسحبت يعني أنت من الان لا 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 ما سحبته أنا موجود بالعمل ما يقدم الآن على خشبة المسرح سواء للكبار أو للصغر كيف ترى هل هو مسيء للعادات والتقاليد وقبلها يسيء للدين والتزاماتنا الدينية وكمجتمع كويتي محافظ أم ترى بأنه شيء طبيعي والناس قاعد أتحذر شوف الناس قاعد أتحذر الكبار يبيستانسون كلنا بنسانسنا بنضحك بسنا ما قاعد نشوف نشوف صير شغلات ممكن ما تراضي الجمهور بس لما ييقول لwards مرح طارق فيه چذي چذي منذال ليش تروح له صج ليش تروح له إنت معللي قدم طارق تتفق معمللي قاعد قدم أنا مو عن السالة غدمة ولا ماي قدمة أنا مثلا أنا قاعد أقول لك أنا شخصيا فيه شغلات ما راح أرضى فيها يعني أنا ما أرضى مثلا يصير فيه بالمسرح قلة أدب أو يصير فيه طق أو يصير فيه شتن أنا ما قاعد تكلم عن مسرح طارق أنا أك statistically عن أغلبية المسارح اللي قاعد تصير وخصوصا مسرح الطفل الطفل الان قام يدش المسرحية يسمع بس تيم بوه يسمع بس اغاني شنو فدت الطفل انت فدت الطفل ان تحط ممثله وممثل بالمسرح هذا يقول انا احبت مشهد يقول انا بعد احبك مسرح طفل اتعلم الطفل لانهم يحبون بعض ويسوون علاقة ليش هذا الطفل سوها حق الكبار كيفك اذا تبسواها حق الكبار سوها حق الكبار لكن أيضا المسرح الكبار في احتكاك في تلامس بالأياندي في طيق في كذا قاعد يصل المسرح الكبار الأمر هذا تتفق معه وتختلف معه لا أكيد بختلف معه وشلون قاعد تتعامل وياه أنت قاعد تتعامل مع الفنان طارق ويا حدث هذا الأمر في مسرح طارق يعني حدث الله حين حدث لأن أنا ما كنت ملتزم يعقلك أنا ما كنت ملتزم أنت الآن بعد ما التزمت يا رحمد بعد ما التزمت لا أنا في أمور ثانية ما أرضف هل توصل الملاحظات حق طارق؟ مو بس حق طارق والقائمين بمسرح طارق العلي مو بس طارق العلي أنا ما قات تكلم بس عن مسرح طارق أي مسرح أي مسرح بغض النظر مسرح بوحمود ولا أي مسرح ثاني يكون فيه اسلوب غير لائق فيه تلمس يعني أنا والله ألمس الريال هذا عادي بس أي ألمس مرة وأتحرش مرة أقول قلة أدب في مسرح طارق ولا غير مسرح طارق أخي يد أنا مو معه طيب كيف ترى المرء على خشبة المسرح اليوم هل هي قاعد تقدم بشكلها النموذج الإيجابي المميز أم قاعد يقدم المرأة اليوم على خشبة المسرح كسلعة جاذبة وكمادة نستغلها استغلال مادي المرأة اليوم كيف ترى المرأة تقدم على خشبة المسرح الكويتي؟ حاليا ما أدري لأن أنا صار لسنتين مو شايف المسرح بس قبل السنتين شيء أنا ما يضيف للمرأة أم يسيل للمرأة؟ يسيل للمرأة صراحة يسيل للمرأة اليوم سأتكلم على أيضا محمد وهو بين البنين الناس تشوفك عند المطاوعة ويقولون والله محمد يأخوي هذا بالاستقرام ويناقز ويطامر ويضحك ويسوي ويسوي حركاتي أخي مو مطاوعتنا لنعلم عند المطاوعة مشايخ عفوا وأيضا عند الشباب الثانيين الغير ملتزمين دينيا معاود يقولك شو مطوع هذا شون هذا مطوع قاعد يسوي شديد هل صادفت هذا الأمر في حياتك؟ ما نقعد نبالغ لما نطرح الأمور وكيف حليتها؟ وايب وايب صادفت هذا الموضوع هذا أن شون مطوع ليش ما يحترم لحيتها نزين أوكي أنا مطوع بس بالأخير أنا ممثل نعم يعني الاتزامي ما راح يحكمني أن أنا ما أمثل أو أسوي شيء يعني فهني أنا شنو أقدم الرسالة قاعد أقدم أكميدي أوكي أنا ممثل بس حاط لحية لأنني أنا ملتزم مقتيد بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلازم أحط اللحية فإذا بمثل دور طفل ولا دور واحد يتغشمر أو دور واحد يناقص أوكي بس هنا متى أنا أسيء بالمشايخ أو أسيء بالمطاوعة أو أسيء بالأشخاص الملتزمة لأنني أنا أحط لحية وأسوي نفسي واحد ملتزم وأستعبط على روحي يعني أن أنا ملتزم وداش المسيد مثلا وأطيح على ويهي وأستعبط وما أدري شنو أو أخلي واحد يسبني أو يسب إذن وضحت الرسالة للناس بهذا النموذج أي وتقبلوك الطرفين الحمد لله جميل محمد أنسعد جدا بلقائي معك حبيب وربي وفقك إن شاء الله للقاعد خدم وقاعد تترحف إنها هي لآرائك وأفكارك حاضرك أنت رؤل والله والله حاضر من عيوني حاضر راح أسئلة إن شاء الله بس خلاله أسترسل شوي ما شاء الله بارك الله فيهم الشاهد بالموضوع شكرا جزيلا لك وربي وفقك إن شاء الله في النهاية هذه وجهة نظرك وهذه آرائك والآراء مفتوحة للجميع هنا أترك لك الختام بالمسرحية القادمة إن شاء الله متعلقة سنفور حكاية سنفور حكاية سنفور والناس اللي تقول هذا يبقى مسرح ديني مسرح محافظ ما أمانة بالروح ما في طرب ما في أغاني ما في وناس يعني عناصر جاذبة فأترك لك الكلمة في هذا الشيء في هذه المسرحية حبيب هذه المشكلة أن في بعض الناس يسمون أن المسرح محافظ مسرح إسلامي يعني راح يلبس عمامة وراح يلبس دجداشة ما شنو يقول تعالى إلى هنا اذهب إلى هناك لا المسرح المحافظ ما يفرق وهو مسرح عادي بس شن المحاذير الشرعية ما في موسيغة ما في حريم بالغين يرقصون على المسرح أو في حريم موتها المسرحية المسرحية إن شاء الله بعد أسبوعين تاريخ ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ثلاثة راح تقدم على مسرح لاف تياتر في ديسكيفوري شباك الحيس طبعا من الساعة خمس لساعة عشر يوميا موفقين إن شاء الله كل شكرا لضيفنا الكريم وبرك الله فيه محمد ياد وعسى الله يوفقه شكرا لكم مشاهدين على المتابعة تقبلوا تحيات تحيات فريق العمل تصبحون على أمن وأمان وصحب الأبدان إلى اللقاء